كيف ينظر الله للعاصي ولو سمحت العقيدة دي ما تستدعاش من أفكارك الله اللي يقول لنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو العاصي اللي عايز يتوب ده كيف ينظر الله لي هقولك آية وحديث بص تركيبة الآية دي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له النصيرة الآية دي بتتكلم عن أسوأ نوع من الناس بيدعي الإيمان وجوا كفر وده بيشتغل جسوس على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيئذي المؤمنين وبيئذي النبي بسبب أنه في وسط المؤمنين مدعي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له النصيرة إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما شايف التركيبة؟ المنافقين أسوأ أنواع البشر وأكثرهم ضررا على المؤمنين لو تابوا وأخلصوا لربنا وإنت كده أولا أنت مش منافق أنت مؤمن موحد ومهما كان ذنبك مش قد النفاق ثانيا أنت مخلص وعايز ترجع شيل شيطانك بأفكاره من سكة ربنا سبحانه وتعالى وكمل هيعمل معاك إيه ربنا؟ فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم واحد راجع لربنا يعذبوا ليه؟ وما يقبلوش ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم حبايزة عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كميعا بخير وفقتهم صحة يا رب العالمين وحشتوني من الفيديو بتاع مبارح والله يعني مجد أسعدتوني جدا بتعليقاتكم وكل اللي سأل علي الحمد لله أنا بفضل ونعمة من عند ربنا أحسن بكتير جدا من الأول لا والحمد لله تحسنت يعني مش هنكر نعمة ربنا علي بصراحة الحمد لله الحمد لله خلاص يعني بطلت المسكن بقى مستمرية بس على جرعة المضاد الحقيقي وخلاص عشان هتخلص وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكون تم شفاءه علي على خير المهم أنا عايز أقول لكم الموضوع تلع فعلا إرهاق وتعب شديد جدا واحتمال يكون كان فعلا سبب فيروس لأن مؤخرا باللتائج التعب يعني اللي حصل لي مبارح أو مبارح بالليل ظهر كده جنب الفم كده العارفين اللي هو البزبيز من جنب واحد فيه بزبيز كده بتظهر عند بعض الناس لما بيجي لها برد أو في نهاية البرد هي ظهرت لي وهي أصلا ما بتظهر ليش خلي بالك بس هي سبحان الله ظهرت لي فعرفت أنه هو فعلا أكيد كان فيروس أو حاجة مشابهة يعني سببت لي الموضوع ده وفي ناس كانت قيلالي أصلا في التعليقات خلي بالك هو بيسبب النوع ده من البروزات اللي بتظهر يعني كمان للأطفال عند الفم أو حولين الفم وكده فالمهم الحمد لله إن ربنا تم شفاء علي على خير والحمد لله يعني أنا بقت أحسن بكتير دلوقتي فعايز أقول لكم يعني فيديو بتاعي مبارح أنا عملته لكم والله فعلا عشان الحاجة عندي بقالها كتير بتاعت العيد وعملها كنت شايلها وعايز أشتغل بيها بس طبعا يعني قلت بإذن الله على نص رمضان ولا حاجة نبدأ نشتغل على ما كون استرددت صحتي مش عايز أشتغل في حاجات كده جامدة على طول وبإذن الله بإذن الله يعني ربنا يعيننا جميعا ونقدر نعمل حاجات حلوة كده في البيت ونفرح بها بيتنا وأولادنا وربنا يعيني الناس كلها ويفرجها عليهم يا رب العالمين كده ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا يا رب العالمين المهم بقى بصوا عايز لكم الفيديو ده نمصوره والله من قبل متعب خالص يعني من قبليها فكنت عايزة أرجع كل حاجة ما كان يعني بعد ما فرشت الشقة كلها تقريبا كان فاضل الترقة والمطبخ فاضل إن أنا أفرشهم أنا مش حفرش المطبخ سجاد سايبها في الطرقة عشان أفضي مكان المطبخ لمسك لما تقعد معايا فيه وكده تبقى بعيد عن البوتجاز خالص تبقى قاعدة كده في الحيطة الفاضية لما مش فيش فوقها حاجة لأن هي طبعا لما بتقعد تحت الحامل ده كأنها يعني بتبقى منباهرة بقى نفسها تاخد كل اللي فيه تلعب به هي طبعا مش مدركة أي حاجة من اللي فيه بس طبعا أنا ببقى خايفة لو اتهز ولا حاجة لقدر ولا حاجة تقع من فوق فخفي مش على الحاجة اللي هي طيلها بس أنا خفي من الحاجات الأعلى منها فطلعت الحامل كله من خفي عليها بس بصراحة لقيت أن هو مكانه بره صعب جدا وهي كده كده طول ما هي قاعدة معايا في المطبخ بره بتطلع بره فحاسيت أن هو زي ما قلت لكم الحل هو الباب بس احنا مش عارفين نعمله لحد دلوقت ناس كتيرة بصراحة ربنا يجزيهم خير الدنيا اقتراحات هيلة بس انها مش عارفة نفذ ولا واحد منه والله يعني هي لعب فيه أنا مش أكتر بس ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا كده واحاول ان انا اعمله باب أو مش عارفة والله اعمله حل يعني ان هي ما تخشش المطبخ وصي المشكلة فيها ان هي مش هترضى تبقى هي في حتة وانا في حتة هيبقى صعب بالذات الايام اللي هي فيها مدارس انا وهي مثل بنبقى في البيت فاهمين ازاي فصعب قوي طول ما انا في المطبخ هي تبقى بره وعلى العكس كمان في ناس بتبقى مفكرة ان انا مشكلتي كلها وان وانا برا المطبخ انها تدخل المطبخ لا هي مشكلتي مش في كده خالص هي المشكلة ان طول ما انا وقفة في المطبخ هي عايزة تمسك في كل حاجة لكن طول ما انا برا المطبخ هي مش هتخشه خالص يعني فالمهم يعني رجعت الحامل وفرجت سجادة الطرق الحمد لله ومسحت وعملت كل حاجة الحمد لله يعني ربنا قدرني عليها وفعلا والله حسيت ان معظم التعب اللي انا تعبته ده كان اسباب كتيرة يعني ممكن يكون فعلا سبب آآ مرضي مع سبب ارهاق لان فعلا الفترة اللي فاتت انا كنت بغنظف وبعمل حاجات كثيرة جدا في البيت يمكن ما كنتش بشاري تكون بيها بس آآ حتت ان انا قردت بالشقة واردت بالغو غرفة النوم اللي جات والصالة كانت صعب جدا جدا كانت احواله صعبة قوي 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 قبل ما صوروا معاكم فكان كل ده حمل ولود علي كبير جدا ده غير بقى امتحانات الولادة اللي شغالة والحمد لله على كل حال فالمهم الحمد لله خلصت كل اللي ورايا وكانت ان ختمها هو المنبخ المهم دخلت عام الاسمو كنت حاولكو عاشا الصحور حطيت كيس الفول اللي انا ببقى شايلة في الفريزر يعني على قد الطبخة او على قد مسلا ممكن يكفينا يومين على فكرة لان اعنا مزاودة فيه كمية شوية غير ان احنا اكلتنا في الصحور اصلا ضعيفة يعني مش كميات بصراحة هي بس سنة عن الرسول ان احنا ناكل قبل يعني كل ما بناخر الصحور كل ما بيكون احسن فبيكون نفسنا للاكل مش كبيرة فبنبقى عايزين كمان يعني نشرب مية على قد ما نقدر والكلام ده فالحمد لله يعني الاكلة ما بتبقاش كمياتها كبيرة فقلت اعمل الفول ببقى شايلة كده في طبق الزيادة منه بغلفه وباخد منه الكمية اللي احنا هناكلها على قد النهاردة وبسخنها في الطاصة بس الفول بقى انا عملت ايه حطيت كيس الفول عليه طحينة وعليه فص طوم والملح بس ما بحطش اي بهارات خالص خالص على الفول لا في رمضان ولا غير رمضان بيبقى طعم حلو قوي بالطحينة كده بيبقى طعم وبيور كده وهادي ما فيهوش يعني حاجات كثيرة كده في الاطعم او كده الطوم برضو بيبقى زي ما شفتو كده فص كبير بس عنهو عشان الكيس كان كبير لكن ممكن تقللوا الطوم اصلا او تستغنوا عنه في رمضان عشان برضو ما حسسكوش بالعطش فزي ما انتو حابين طبعا الجبنة زي ما قلتلكم بالسلطة والحاجات دي بتبقى اساسي واحيانا زي ما قلتلكم برضو الفيديو اللي فات السلطة لما بتفيد عندي من غير ما تكون متبلة بحطها على طبق الجبنة بتبقى حلوة جدا على فكرة وتخليكي كمان يعني حيتاكل مع الجبنة او يتاكل صلطة برضو بتبقى حلوة جدا في السحور بتروي العطش كده وبتملى البط المهم قطعت الجزر وطماطم وخيار او قطعت طماطم وخيار وفلفل على الجبنة دي تقريبا جبنة ملحة خفيف خالص يعني هي كانت عدبة بالنسبة لي جدا فعشان كده بحط عليها خضر بيطعامها وممكن كمان حط رشل الكمون او اي نوع من التوابل يعني اللي فيها نكهة حلوة مش مجموعة التوابل لا تابل صحيح زي الكمون او الواحده او النعناع الواحده او الزعتر الواحده الحاجات دي بس والفلافل بقى عايز قولكم انا طلعت كيس فلافل والله جرقت كده طلعت في السحور بس انا بصعها يعني انا عملاها للسحور وكل حاجة بس عشان انا عارفة ان انا هعملها مش مقلية عارفين لو الفلافل مقلية بتبقى يعني صعبة شوية تتاكل في السحور بتعطش اكيد فكنت مسخنة الجهاز ومطلعة عجلت الفلافل من قبل منام من قبل الصحور يعني ولما صحيت الصحور لقيتها فكت هي اصلا كمية صغيرة خالص انا بابقى انطلعها عارفة ان الصحور اساسا مش محتاج كمية يعني فحطيتها كده في الجهاز على طول وعلى فكرة ما ده هنتهوش حتى زيت بتلعت مرميش جدا 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 بس صراحة وانا بحبها كده قوي اه وكنت حطيت لها الملح بقى والبهارات بتاعتها وقلبتها كده بسرعة عشان تديني الهوى من جوة وتبقى منفوخة بس عايزة قللكم اطفيت الجهاز بتاع جانه ده بس احطيت فيه العيش وعشان هو كان سخن والعيش كان في التلاجة فسخن من سخنية الجهاز بس والعاشة الحمد لله كان خفيف وحلو جدا تاني يوم بقى صحيت الصبح عشان نعمل الغداء والفطار بتاع رمضان فطلعت ايه بقى طلعت الفرخة دي الفرخة اللي انا كنت جايبها معكم في مشتريات اللي بناها اول الشهر اه كان اسمها شاهد تقريبا والله نسيت اسمها بس لكو تجيبها من فتح الله يعني اه هي كانت بين عليها الوزن بتاعها من كيلو تلتمية لكيلو ربعمية فانا شايف ان هي حجمها مش كبير فاستغلت منها يعني ان انا اعمل بها اه فرخ زي كنتاكي كده بس بطريقة بصراحة ما تغلبنيش كتير وعشان تبقى نكحة مع ناس كتير قلت اعملها لكم كده بطريقة سهلة كلنا اكيد عارفينها هاخد الفرخة اسمتها على تمانية يعني الوركة اسمته على نصين الجزء اللي هو الفخد ده والجزء اللي هو بتاع الدبوس اما السدر برضو جزء اين؟ الجزء بتاع الجناح والجزء التاني بتاع يعني طرف السدر كده اللي هو بيبقى فيه مدبب كده يعني كل الحجام اللي عندي بقى التمانية كل العدد يعني بقى تمن كتعة وزي ما انت شايفين الحجم مش كبير خالص وده هيسهل علي كتير قوي ان انا اللي هعمله ده المهم شلت الجلد زي ده من السدر بالزيت والباقي بقى اخدتوا كده كنت طبعا غسلها كويس وهعيد عليها شطفة كده بسيطة وحبدأ بقى احطت لها في مية السلق بهرات فراخ وحطت لها كمان فلفل اصمر حصة وبصلة وورق لورة اهم حاجة بقى ان المية بتاعتك تكون متغلي انا حط فيها الفلفل والبصل والبهرات الفراخ زي ما قلت لكم وورق اللورة تمام؟ وحنزل الفرخة لازم المية ترجع تغلي تاني عشان ارجع اهدي النار بقى وتستوي طب حسيبها قد ايه لما اهدي النار اول ما اهدي النار تحسيبي عشر دقيقة بالزبط مش تسلويها السلقة كاملة كأنك بقى حتعملي شربة بقى وملوخية والكلام ده لأ عشر دقيقة بالزبط بالزبط هي هتكون استوت يعني ممكن نقول كده تلاتين في المية اربعين في المية مش مشكلة حينفعوا جدا والمهم ان هما يعني هيطلع لك فرخة يعني متخلصة من كل الزفارة اللي فيها اللي ممكن تكون مدايقاكي احنا عملنا الطريقة دي قبل كده في او الدبابيس لما كنا بنعمل دبابيس كنتاكي برضو كنا بنسلقها بصراحة بتبقى حلوة جدا جدا غير ان انا كنت بصراحة عايز اعملها في القلاية الهوائية فالقلاية الهوائية يعني صعب ان انا اتبل فيها الحاجة من البداية وهي ناية بقصمات واسيبها تدخل القلاية الهوائية استوى اولى الاخيرة يعني خايفة من الحتة دي بصراحة فعشان كده حبيت ان انا اسلقها وديها طبقة البقصمات ودخلها القلاية تاخد التشميع النهائية والارماشة بس سبت الفرخة بتاعتي بقى تبرط على مهلها خالص خالص وقلت عمل استلطة بقى استلطة بصوا انا جايبة هنا كروم بصيفي وهنونة كده دي كانت بتمانية جنيه ونص اه وهي معايا كمان جزر مش كتير ومعايا كمان كتعة صغيرة قوي من البصل يعني لو قلنا بصل صريح كده حيتبقى ربع بصلة صغيرة مثلا او نص بصلاي صغيرة كده ونص عصير لمونة او عصير نص لمونة عصير نص لمونة الكابوتش مش كابوتش بقى ده ده اسمه كرومب الكرومب العادي بتاع الصلطة ده بيخد منه جزء صغير على قد ما حنعمل الصلطة عشان كده انا مش بخسل الكرومب كلها لا انا بخسل الجزء بس اللي حعمله صلطة فبقطع كده بالنظر ايه كمية اللي انا محتاجاها وحتى لو فاضت وحتكمل معي لتاني يوم مش مشكلة بس ما تكونش كمية كبيرة قوي يعني بحيث انها تعد معي لومين تلاتة فجالي سؤال الفيديو اللي فات لا انت ما بتخسليش الكابوتش ليه لا والله انا بخسله يعني الفيديو اللي فات يمكن وردكم كنت بعمل صلطة او كده وعملت فيها كابوتش بس انا موردكوش انا غسلته ولا حتى قلت بصراحة بس مش معناه ان انا غسلتهاش انا غسلتها وبخسل الجزء اللي انا برضو حناكله يعني مش لو مسلا حاكل نص كابوتشاية مش بخسل الكابوتشا كلها انا بخسله النص بس اللي حناكله وبشيل الباقي زي ما هو سليم عشان ما يفسدش بسرعة من المية فلا طبعا بخسل الحاجات دي كويس جدا الورقيات دي والورق والخضر عموما لازم يتغسل كويس جدا ويتصفى بس انا بصراحة الكابوتشي المرة فاتت ما صفتهوش من ميته كنت مستعجلة الكرومب لأ انا هخسله على ادايا برضو يعني من غير تصفية برضو ولا اي حاجة وحبدأ بقى اقطع الجزر عايز اقولكو الفيديو ده والله من الاسبوع اللي فات فعلا فانا يعني كله كده ما كانش مترتب انا كنت ناوي نزله لكم بالترتيب فانا مش قادرة حتى اعرف هو كان يوم ايه الجزر بقى هو على حسب انت بتحبي الجزر اكتر ولا الكرومب اكتر بس انا الجزر اللي كان عندي كان صغير كله بالشكل ده المهم طبعا بنستخدم مايونيس في الوصفة وفلفل اصمر وملح وسكر وبودرة بصل او بودرة توم على حسب ما انت عايز انا بستخدم هنا نصف كباية مايونيس انا كنت الاول بعمل مايونيس كتير جدا وبحط عليه لبن او زبادي وخلوا عسل نحل اه وفص توم ناعم جدا بس بيدي طعم والله العظيم تحفة تحفة فص التوم النعم الصغير ده بس ناس كتير قريتلي يا لأ جربيها بالبصل مش التوم وجربي تقليلي المايونيس اه صلطة الكوليسلو مش محتاجة مايونيس كتير كده فقلت اجربي يمكن موضوع يطلع حلو فعملت لصوص زي ما قلتولي والله يطلع تحفة طلع تحفة تحفة يعني حطيت في خل ومايونيس وبدرة البصل وملح وفلفل اصمر وعصير النص للمونة والملح طبعا يعني شوفي انت حتملاحي ازاي بقى اما السكر السكر يعني هو كان ضروري ان انا حط سكر العسل يديني قاطع حلية المايونيس والسلطة وكل حاجة بس انا كنت عايزة ادبل الكرومب الكرومب مش زي الكابوتي الكابوتي ده سهلة قوي يعني ايه يدوب من اي يصص يتحط عليه لكن الكرومب بيبقى تحسوه فيه يعني هو اخضار ناي محتاج ينزل كده في تسوية فهتحسوا ان الخل المعلمون والسكر بيطلعوا المية الزيادة لفيه فهتحسوه بيطرع وبيفقد كده الهيشة بتاعته دي اللي هو بيبقى هايش بس بصراحة هطلع بالبصل طعمها حلو جدا جدا بس انا لسه مصممة على رأي انه ممكن نحط فيها سن التوم صغيرة جدا هتخلي طعم حلو جدا جدا بصراحة هتحليه اكتر المهم بقى بشارة الجزر بشارته عادي في المبشرة وكمان الكرومب حبشوروك انا ممكن هفرومهم عادي بس يعني انا ما بحبهم شيبقوا فتافيت بحب حس ان الحاجة شكلها منظم مش مش بفتفتة وانا مش عارفة انا باكل فتافيت ايه عشان كده ما فرمتهمش في المفرمة او في الكبة حطيتهم في البشر سلاح البشر اه احيانا بصراحة لما باجي اعمل الكولسلو ده ما بيبقاش عندي كرومب اصلا ولا كابوتشي فما كنتش بوقف نفسي لان انا كنت بحب السلطة دي مع اي اكل فنظرا لغلاء المايونيز فبطلت اعملها فالوصفة دي انقذتني لان الكمية المايونيز اللي فيها قليلة عكس اللي انا كنت بعملها فقلت بقى لا ما بديهش نعملها على طول بقى بما ان المايونيز فيها قليل والاعتماد الاكبر على بقية المكونات اللي في السلطة حطيت البصل في الاخر ما حطيتوش طبعا معاهم في الكابة انا حطيتو بس هنا بعد ما خلصت فرم الخضار مع بعضه وهحط عليهم الصوس وبصوا هو كمية بتاعتهم كده تحسون ايه اكتر من اللي هتشوفوه لما تدخل التلاجة هقلبهم بس مع بعض وهححط عليهم الصوس وديدخلوا التلاجة متغطيين وبيباتوا بقى يعني يباتوا يوم او ست ساعات تلت ساعات مسلا المهم ان هو لازم يكون فيه ساعات في الموضوع عشان الكرومب ده فعلا محتاج ان هو يدبل ما يبقاش كده زي ما هو او بنفس الشكل بتاعه ده عشان يعني ما تحسوهوش كده ان هو ناي بس هحط عليه بقى المايونيز بتاعه الصوس الحلو ده كان طعمه حلو جدا على فكرة والسكر اللي فيه مش محليه بالطريقة اللي هو تحسوا ان ده اكلة آآ حلوة لا 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 مديره طعمه تدبيلة حلوة جدا طبعا السلطة دي مناسبة جدا للاكلة اللي احنا عملينها النهاردة عملين فراخ بروستيت كده بس بطريقة صحية وعملين كمان آآ احمل روز بس ماتي فطبعا تيمشي مع الحاجات المقليات اللي بالشكل ده تيمشي كمان مع المشويات على فكرة انا بعملها دايما مع المشويات مع الاسمه ايه ده الشيش طوق مسلا الكفتة رغم ان الكفتة بتحب الطحينة والبابا غنوك بس برضو تيمشي معاهم عادي تيمشي مع الفراخ المشوية في العموم يعني او اي فراخ او دخلتها بصو التلاجة بقى وكان فضل لسه كم ساعة على الفطار يعني فعشان كده انا مش مستعجلة بصوا الفرخة اصلا صغيرة ازاي يعني يمكن وانا بقطعها تباني ان هي فرخة كبيرة ومحترمة وكده لكن هي صغيرة جدا لما بتتقطع يعني ما بتبقاش الحجم الكبير هعملها النهاردة بخلطة دي حلوة جدا 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 قدتها نكهة طحفة عايز اقول لكم يعني ان استخدموا فيها فيجيتار متبك او بقسمات عادي مطحون واتبلو انتوا بقى زي ما انتوا عايزين ملح وفلفل وبهارات بقى وبصل بودرة وطوم بودرة والكلام ده هيديكم نكهة طحفة ما تستخدموش البقسمات السادة مش هيديكم اي نكهة لان الفراخ دي مش متبلة زي اللي بتتعمل من اولها الاخير هنية ماشي اخدوا بالكو برضو من النقطة دي عشان كده برضو انا اهتميت بتدبيلة الشربة حبيت ان انا اخدمها يعني مش مجرد ان انا عشان حرمي مية السل ان انا مش مش ههتمي بيها لأ انا طبعا اخدت منها جزء دلوقتي عشان اعمل بيه خطوة دقيق لكن كده كده الشربة بتاعتها دي بتترمى مش مش هتشارب اصلا بس برضو حطيت لها بصل وحطيت لها ورق لورق وفلفل اصمر وبهارات لان الفرخة هتشرب من اللون والطعم بتاعت البهارات ده فالمهم حطيت كمية دقيق على كمية الشربة دي بحيز ان هو يديني عجينة سيلة زي ما انتوا شايفينها كده تمسك على الفرخة عشان في الاخر تمسك في البقسمات او الفيجيتار المتابعة اللي احنا هنستخدمه الفيجيتار ده بقى عايز اقول لكم والله ادى طعم طحفة للفرخ عشان انا عاملها صحية في القلاية اه اللي حتش تحسوا ان الحاجات المقلية في الزيت من غير البهارات كتير هي طعمها حلو يعني القلي الواحده كفيل ان هو يخلي الاكل طعمه حلو زي البني المقلي وزي الفرخ الشبه الكنتاكي دي والحاجات دي ومش بحتاجة توابل كتير بس دي القلاية بقى على العكس محتاجة كده تدعميها بشوية حاجات عشان يبقى الطعم كده حلو والقرباشة تكون زهرة ووضحة وتبقى الاكلة مرضية يعني عشان برضو الناس اللي بتبقى زعلانا مش نفس النتيجة بتاعة القلي ومش عارفة ايه اكيد بقى اخدتوا بالكم ان انا عملت الدقيق على مية السلق بتاعة الفرخ دي خفيف ليه عشان انا برجع الفرخ تاني فيها فلو هي تقيلة من الاول هتبقى بقى كل ما نحط تفرخ تاني بالبقصمات جواها هتتقل اكتر وتحسوا ان الخليط كده بدأ يبوز من انكم فاهمين لكن لما تبقى خفيفة من الاول كده بتقدار تحطي فيها مرة واتنين عادي خالص من غير ما تدقيق ومن غير ما الخليط يشيل كتير من الدقيق والحاجات البقصمات ودقيق من بر بس بديدي ادي ارماشة وطعمة حلوة قوي 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 بجد والله استخدموا اي نوع على فكرة متبل مش لازم في منه ماركات كتيرة في السوبر ماركت وزي ما قلتلكم برضو ممكن تستخدموا البقصمات العادي والتابلو بيباكوا بقصمات آآ بيباكوا فيجيتار قصدي وتابل من عند العطار او حتى الفيجيتار السايب من عند العطار برضو حيديكوا نتيجة حلوة جدا اهو بصة انا هحاول بقى اقل بكل الكمية لحد ما خلصت تمن قطعة بتوعي دول وهي حاوريكم ازاي بقى ليها بقى في القلاية هتطلع تحفة القلاية الهوائية فعلا اديتني نتيجة رياحتني قوي 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 عجبتني جدا بجد والله شلت الشبكة طبعا تمام لازم نشيل الشبكة عشان يعني نبقى شغالين بحرياتنا كده الشبكة حلوة وكل حاجة بس اولا لما بتشيليها بتديكي مساحة اكبر هتخلينا خلص الفرخة كلها مرة واحدة الشبكة ممكن تخليني ايه ابقى ايه بقى كتعتين فتخليني اعمل دور تاني عشان كتعتين فاهمتوا ازاي فعشان كده شلتها خالص اهم رصتهم طبعا انا دهن القعدة بتاعة القلاية زيت هي مدهننا زيت وحب ده بقى امسك كل كتعة فرخة بصوا حغطيها برش برش الزيت ده خلي بالكو الرش ده بصوا بعد اما خلصت لقيته مقص حتة صغيرة جدا كأنها بالضبط بالضبط اقدم علاقة كبيرة مليانة من الزيت بس لما بتترش بتتوزع احسن بكتير عن ما تصبيها فدي بتختلف المهم دخلت القلاية مكانها وهشغلها على برنامج الفراخ اللي هو متين درجة مقاوية لمدة عشرين دقيقة بس عملتها وفعلا اخدت نفس الوقت ما زودتش دقيقة عليهم خالص بالعكس والله كانت طلعة لونها تحفة وقلبتها كمان على الناحية التانية وكملت سويها كانت رهيبة هنا بقى انا قلت هعمل الرز البسمتي بطريقة عادية جدا حمرت له البصلة بتاعته في حتة سمنة واا اول ما بدأت تدخل في تحمير كده حطيت لالفلفل الاصمر بابريكا والملح وهحط لها كمان الكاري وهقلبهم وين ده بيدي لون حلوة قوي بقى للرز ممكن تحطي كمان اللي هي بودرة الزعفران او بتبقى بديل للزعفران بتبقى بودرة كده بتديكي نفس اللون بس مش زعفران اصلي في زعفران اصلي بيتباع طبعا بس هو الوقت غالي جدا بتحط في اخر الاكلة بس انا بحب يعني اقلب الرز ياخد من طعم التوابل في البداية فنزلت بكمية الرز البسماتي بتاعتي بقى بعد ما غزلتها وصفتها كويس من ميتها ويبدلهم تحميرة كده بعد كده بنزل عليهم بالمية اللي حسقيه بيه وبسيبه بقى على نار هادية يتشرب المية بتاعته كلها بس الرز خلاص كده تقريبا خلصان معانا وكت عملت عصير برطقان بالجزر وعملت كمان طمر هندي بصوا بقى الفراخ الفراخ والله طحفة عجبتني جدا جدا انا بجد يعني الوصفة دي استحق التجربة قوي والقلاية فيها نكحة قوي 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 يعني مش هتحسوا ان الاكلة بقى صعبة وما لهاش طعم زي المقلي لا 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 والله حلوة فعلا بصوا بقى الصلاة طعب بقت عاملة زي بقت معجونة كده في بعضها وبنزل سوايل حلوة من الكرومب فحسيته كده هو دبل خالص يعني بصوا هبط ما كان كان عادي كده ونافش نفسه لا هبط خالص في الطبق غرفت طبق حلوة منها لان الولد عندي الاسف مش بيحبوا الصلاة دي وبتديت بقى اغرف الاكل ورز وفراخ والعصاير بتاعتنا الحاجات الحلوة بتاعت رمضان دي والله رمضان بيخش علينا كده بفرحة وبهجة وسرور وسبحان الله والله يعني الوحد بيبقى زعلان قوي يعني بعد العيد ما يخلص يعني قوله العيد طبعا بيشغلنا وبيفرحنا لانه طبعا دي شعائر الله واللي قدسها ده ليه اجر عظيم ولازم نفرح في العيد ايا كانت الظروف ايه لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شر علينا الفرحة في العيد محدش بيتصنعها ابدا فبعد العيد الواحد بيبقى يعني مفتقد رمضان بيبقى نفس رمضان يرجع تاني واجواء رمضان ترجع تاني صعبان عليه شي لزنت رمضان والفوانيس ربنا يا رب يكتبه لنا اعوام عديدة يا رب العالمين واحنا بخير وجوه وكل الامة الاسلامية بخير يا رب عيدوا علينا جميعا جميعا بالخير والبركات يا رب العالمين يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم ويستفدتم ولو بشيء بسيط منه متنسونيش من دعاقكم الصالح وتنسوش تعملوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني اشوفكم على خير بازن الله في فيديو جديد مع الف سلامة حبايا بقلبي اشتركوا في القناة